ثم أحبائي بكمل ويقول وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات الملكوت الجديد بتمليك وتتويج المسيح رب وملك على الحياة يسوع المسيح الملك وإنجيل متى بركز على يسوع المسيح الملك ابن داود اللي تمت فيه نبوات العهد القديم قال اقترب ملكوت السموات ما هو هذا الملكوت اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجانا أخذتم مجانا أعطوا فالسؤال هل ما يوحي هل يوجد ما يوحي في هذه الآيات أي فكرة عن حمل السيف أم صنع الخير والرحمة والشفاء والتحرير ثم يقول المسيح مجانا أخذتم مجانا أعطوا لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقهم فنرى أن التلاميذ بالعكس باعوا كل شيء لم يطمعوا في أي شيء لم يطمعوا بالسبايا لم يطمعوا بالنساء لم يطمعوا بالخيل لم يطمعوا بالأرباح بالأموال أو الممتلكات لم يستخدموا العنف لم يستخدموا السيف بل بالعكس طلب منهم أن لا يحملوا شيئا اعتمادهم الكل على الرب على الخالق على صانع السماء والأرض إلى هنا هل يوجد أي شيء ما يدعو إلى العنف أو حمل السيف ترى على النقيد في هذا الموضوع ثم يقول ولا مزودا للطريق ولا حتى ثوبين ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصى لأن الفاعل مستحق طعامهم ثم يواصل وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا فيها مستحق من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا يعطيهم التعليم لما يروحوا لمدينة وحين تدخلون البيت سلموا عليه السلام عليكم أو سلام لكم كما علمنا يسوع المسيح التحية اليهودية شلوم عليكم السلام عليكم فإن كان البيت لاحظ مستحقا فليأتي سلامكم عليه ولكن ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة لاحظ الكلام وانفضوا غبار أرجلكم لا نرى دعوة بالتشتيت ولا دعوة باللعنة على هذه المدينة ولا أنهم كفروا أو أو إلى آخره كل ما هناك أن بيستخدموا العادات اليهودية ألا وهو نفض الغبار من الأرجل وهذه ممارسة يهودية كان بمرسوها اليهود عندما يمرون في طريق الأمم أو يدخلوا إحدى القرى أو مدن الأمم عندما يخرجوا من المدينة كانوا ينفضوا الغبار وكأنه مش عاوزين يتنجسوا حتى بغبار هذه المدينة طبعا كان الاستعمال خاطئ لأنه كان يعني فكرهم عن الأمم فكرة ازدراء فكرة احتقار فكرة فكرة الدونية أو الأقل من الشعب اليهودي اللي كان يعتبر نفسه طبعا أنه هو شعب مختار وعلى فكرة حدث في العهد الجديد عندما طردوا أعتقد بولوس وبرنابة نعم بولوس وبرنابة من أنطاكيا بسيديا هاي في تركيا غير أنطاكيا سوريا أنطاكيا بسيديا فلما خرجوا بولوس وبرنابة وكأنه إعلان مجازي يقول أنا بشرت أنا كلمت فأنا بريء من هذه المدينة فأنفض غبار رجلية أو كما يستخدم أحيانا كما استخدم بلاطوس غسل غسل يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار وكأنه يعلن مع أنه حكم على يسوع البار يعني مش أنا اللي حكمت أنت اللي حكمت أنا فعلت ما أنتم تريدون فطبعا كان تعبير عن الرفض رفض لرسالة المسيح فينفض غبار الأرجل الحق أقول لكم هذا من بعد ما إنك وعزت وكرست في هذه المدينة سيكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة واو شو صار مع سدوم وعمورة الرب أمطر نار وكبريت وفجر يا نبي عبركين نار ولاذا يعني اللهب كله كان ودمر المدينة فاتخيل اللي بيرفض رسالة المسيح يوما ما هذه المدينة أو هذا الفرد سيواجه دينونة مخيفة مريعة أصعب من دينونة سدوم وعمورة أو ليس عجبا أنه أكثر قواته صنع المسيح في المدن اللي حول بحير الطبرية ألم يقل يسوع المسيح ويل لك يا كرازين ويل لك يا بيت صيدة ويل لك يا كفر نحوم لو صنعت القوات في سدوم وعمورة قديما لتبتا بالمسح والرماد فطبعا بيتكلم عن دينون أعظم عن الذي يسمع ولا يؤمن بل يرفض رسالة يسوع المسيح فإذا هم بيتكلم عن قرار بيتكلم عن اختيار إما تختار المسيح الملك وتتوجه ملكا على الحياة والكيان أو ترفضه ولا بد أن تواجه الدينونة عند مجيئه ثانية ترجمة نانسي قنقر